صباح الخير صباح النور أتمنى تكونوا بألف صحة وسعادة حلقة اليوم سوف نشوف فيها نوعين من المملحات اللي يأتي ببنانين بالساف هذه الحلقة تتم الحلقة السابقة اللي كانت في هذه السلطة المغربية بخيستيج سلطة مغربية بطريقة جديدة أول مرة على اليوتيوب سوف نجعل لكم الرابط ديلا في صندوق الوصف اللي حتيت قبل واليوم سوف نحط لكم غير المملحات الوصف الأولى سوف تكون عندي هي السيجار بالكفتة سوف نحتاجه كيلو إلا ربع من البصل خديت منه واحدة نقصت منه واحدة حكيتها في الحكاكة الغليضة وما تبقى قطعته مربعات صغيرة كيف ما كتشوفوا نصف كيلو من الكفتة اللي حما فروم يكون عادي ماشي ريجيم يكون فيها كمية من الدهون ثلاثة ديال البيضات ملعقة كبيرة من البق دهوني ستكون مملوئة نصف حبة ملحة مضمصير غير القشرة قطعتها مربعات صغيرة لأيما ناخد شوية من زعفران الحر او زعفران شعرة اللي نخلطه مع نصف كاس الماء طايب او غليان او ناخد نصف حبة من الزعفران اللي كتبع واجدة غير نصف حبة غتكون كافية عندي كذلك ربع ملعقة صغيرة من السمن البلدي غير ربع ملعقة من كتروج بالسف ملعقة صغيرة ممسوحة من زنجبيل ملعقة صغيرة ممسوحة من الكوركم ربع ملعقة صغيرة من القرفة وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود و الملح اكيد يبقى حسب الضوء سوف نبدأ هنا بتشبيه للحم ما الأحسن أن نتبله لحم هو الأول و حتى هذه البصلة اللي نضيفه له تزيد ترطبه و التوابلته مكين نسمو سوف نخلطه كامل مع بعضياته نصف الكمية سوف نضيفه هنا مع الكفتة و نصف الكمية سوف نضيفه مع البصلة سعفين بعد هنا سوف نزيد البصلة حتى هذه البقدونيس سوف نقسمه إلى نصفين النصف الأول سوف نضيفه مع الكفتة و النصف الثاني سوف نضيفه حتى الأخير كما تضيفه نخلط المكونات كلهم الأحسن نخلطه بيدكم و تنسبة الكفتة بدكم المكونات كاملة حتى تشوفوا انها اندامجة جيدا و هنا سوف نأخذ مقلة كبيرة سوف نضيفها كمية سوف نضيفها الزيت و من بعد سوف نضيفها البصلة البصلة تضيف الحشوة الزوينة سوف نضيفها و من بعد سوف نضيفها إلى الدبال في الأول كانت نار ناقصة كانت مع هلا عافية و من بعد سوف ننطلقها و تشوفها النهارتها سوف يتجهدها من أجل كفتة هنا نضيف توابيل كاملين في المرحلة هذه طبو من الأول مع البصلة. سوف نزيد هذا كراس دي المعالقة دي السمن اللي ما كيبغيش السمن ما يزيدوش ولكن راكي يعطي واحد لما داق مغربي زوين هاد الحشوه هادي راها قديمة بزاف مغربية او اعتقد رباطية المهم انا جدتي كانت كتصايبوهي العلمات هاليا ما عارش اذا كانوا في المدون كاملين كيصايبوها هاد الحشوات اللي غن اختارها لكم اصيلين زوينين كنبدلوش شوية على الفيغميسال الحشوات جديدين هادو قدامين ولكن كيبقوا من احسن الحشوات عندي. هنا را ضفت هادا كنصف كأس دي الماء مع الزعفران وعودت هاني يسديت عليه خليتها بحلاك دا حتى الضغمرات لها ديك البصلة ما تصورتش هاد اللقطة هادي مهم ما راكم فهمتو من بعد غدي نزيل الكفتة كنحاول اي نفتتها او نوزعها والنار اكيد راها عالية هنا يفض المرحلة هادي باش تقلى دي هديك الكفتة اني كتشوفو ان الكفتات قلت عندكم بحلاك دا غدي نضيف هاديك نصف حبها اللي قلت لكم من الحامض مصير غير القشرة دي هالي قطعتها مربعات صغيرين قطعوها اقل حاجة ممكنة اذا ما عرفتوش قطعوها صغيرة بزي بنسبة للموتدئين فاعودوها مرة اخرى بالقطع دي لقصبرو مع دنوس حتى تشوفو انكم نعمتوها وهنا في هاد المرحلة هادية غدي نضيف فص صغير من توم محكوك كنضيفوه هنا يا ماشي قبل مع البصلة كي اعطي واحد لما دا قزوين بزيف وكي زول اي زفارة كينا في الكفتة هنا انا من بعد ضفت واحد ربع كأس دي لما وخليتها غير عاو ثاني الدغمرات مع ديك الكفتة باش جينا بحاد دغميرا ما جيش غير الكفتة بحلاك دا كمقلية كنزول كيف ما شفتو تولوتين او النصف الاكبر دي لها ديك الكفتة كنحطوه في تبصير بحلاك دا والنصف التاني هو اللي غدي نضيف له هادوك ثلاثة ديال البيضات كنحركوهم جيدا بحلاك دا وكنخلطو تقدروا تخلطوهم في بولو وتنزلوهم بحال اومليت او تحطوهم بحال اكداء بحال بحال غدي نخلطوهم هلاش ما خلطوش مع الخليط كامل باش يجيني بنين ما تجينيش مثلا الحشو كلو فيه البيض يجي هاداك الخليط يجي معلك منيك تشوفو ان هاداك البيض تقلة اضفت له احد رشيشة ديال الملحها البيض اذا كان عندكم الحشو مالح بزاف ما تحتاجش انكم تضيفوها سافي اضفت هذه الكيميه الاخرى احتطها بالبيض وخلطها واعطتني هاد الحشو هادا كيف ما كتشوفو سوف نضيفو هنا في الاخير ما تبقى من البقدونيس المفروم ونعسر واحد العسيرة صغيرة وردي الحامض ما تكتلوش غير واحد العسيرة صغيرة احتطي واحد المدق زوين سافي هنا كنخلي الحشو يبرد تماما عاد نستعمله بالنسبة للطريقة اللي هنقطع بها الورقة انا كنزول جوانب كنزول غيجيها رقيقة ما كندخلش بزاف الورقة كنزول جوانب كاملين كندور عليها كاملة ومن بعد كنقسم الورقة اما على زوج اما على ربعة حسب الورقة وشان تكون غليدة او رقيقة هنا سافي دورت الجوانب كاملين كنقطعهم اغلبية دي الناس وقلها تعد 90 مية دي الناس كيقطعوا الورقة على الاربعة وكيد باوسيقى كيجي هدا كلا فينيس يوم ما كيجيش زوينها بزاف ولكن اكيد اذا بغيتوا تطوي بطريقة اللي يموال فين بها مهموال مدق دي الحشو قطعت هنا الازوج اذا عندكم الورقة رقيقة غتستعملوا هدا كامل بحالك دي الطرف كله هنا انا عندي الورقة عادية فا قدي نقسمها الاربعة وقدي نطوي على زوج باش يجيوني مقدين سافي وكنن قطع كيجيوني القطع كلهم قدي بعضياتهم كنا اغلب الورقة هنا يجيها الرطبة هي اللي كنحطها من التحت باش كتجيني دكلا فينيسيون زوينة مني كنقلي تحطو كمية دي الحشو المناسبة من كتروش بزاف عادي بحالك ده ومن بعد فا قدي نستعمل بايض البيض هو اللي كالصدق بيه كي نازكت بايض الاصدق بالعجينة انا ما كتجبنيش ما كتجبنيش فينيسيون زوينة فكالصدق بايض البيض كناخد كنحط شوية في الجوانب اللي غنطويهم يكونوا متوازين بحالك ده كنشوف ان الطرف متوازي من الفوق تالي تحت من نفس الحاجة بالنسبة على الجهة الاخرى كنطوي وكنقاد هذا كالصدق ومن بعد كنلوي بحالك ده كنشوف هنا اذا احتاج شوية البيض اغلبية كنحتاج وكنحطوه على الجهة اللي طويت عليها عادي نعود معاكم واحدة اخرى دائما الجهة اللي ارتباء هي اللي من التحت كنحطوه كمية من الحشو ومن بعد هذوك الجنبات كنطويهم 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 كيكونوا متوازين اكيد ما نخبرها كندهن بالبيض ما استعملش الفورشات بايش ما كنكترش كمية دي البيض فا انا كنخدم غير بيديها كنطوي متوازي بايش يجيني لها فينيسيون زوينة داك شاش ما كنبغيش نطوي على شكل متلت حيث كيجا داك المتلت ما كيجيش يزوين في الخدمة ديال عادي ندوز هنا يلحشو التاني تهو من المطبخ المغربي العريق عندي هنا يا كيلو من الفخاد دي اللي جا استعملت انا غير الفخاد في اللي احتوم بحالك ده باش كيجيوا بنينين وكيجيوا ما كيجيوش ناش فين عد الوصفة ما كتعجبينش نهائيا مني كنستعمل فيها صدر فاستعملت كيلو من الفخاد قريبا واحد اربعة ديال الفخاد اللي يكون كبار شي شوية كيلو ديال البصلة هنا يعندي كذلك ربيطة صغيرة من القزبورو معدنو صغير ربيطة صغير وربز زاف معلقة كبيرة ديال الحامض ربع ملعقة صغيرة من سمن ملعقة صغيرة من زنجبيل ملعقة صغيرة من الكوركم نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود او الإبزار الملح حسب الضوق ثلاثة من الفصوصة ديال التومة محكوكين نصف كأس خلط فيها اما شوية من زعفران حر او شعرة لما يكون طايب او غليان اما نصف ضماء زعفران اللي كتبع واجدة وعندي هنا كأس الى ربع من زيت الزيتون زيت الزيتون اللي مخلط مع الزيت النباتية كنستعمل نصف الكمية من زيت الزيتون ونصف الكيمية الاخر من زيت نباتية هكذا ما كيجيش مجهد بزاف نخلط هنا التوابي الكامل مع بعضياته هكذا نشرمل بهم دكتجاج ويجيبنين غدي نزيد معهم هذيك التومة ثلاثة ديال افصوص هذي التومة كبارين محكوكين وزعفران غدي نخلط هالتتبيلة بحاله كذا ومن بعد غدي نضيفها للدكتجاج جرسافران مني غسلتو قطعتو او في اللي احتوه بجدخل في هذيك التتبيلة جيدا ويجي كله من السمحة اللي عدم ديالو غدي نخلط في هذيك التوابيل كامل تقدروا تستعملوا مباشرة انا صراحة استعملتوا مباشرة او تقدروا مثلا اذا كان عندكم الوقت تخليوا يتشرب شي شوية ما كي تبدلش نتيجة بزاف انا رغي نسيت الحامض معلقة كبيرة ديال الحامض من الاحسن انكم نضيفها من الاول مع التوابيل انا رغي نسيتها كنخلطها بحاله كذا مع الدجاج والبصلار راني حتيتها في هكذا التنجرة كبيرة اللي غا تساعد ليها غدي نزيد هذيك الدجاج اللي تببلتو وغدي ناخد واحدة ربع كاس ديال الماء غير شوية ديال الماء غدي ن نزيد من بعد الزيت زيت غتشوفو انا شوية وافية باش تضغم لنا هذيك الدغميره من بعد اذا شفنا انا عنا زيت 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 من الفوق بحاله كدر غدي نصفيها كنخلط هذيك الدجاج مع البصلار مع التوابيل مع كل شي ما نحتاجوش نزيدو الماء را هذيك البصلار غدي تطلق الماء غدا كربع كاس ديال الماء اللي مع الزعفران وشوية شللنا هذيك التوابيل بالماء را كافيين غدي نزيد هنية السمن وذيك ربيطة صغيرة وراء ديال قصبور مادنوس ما نكتروش سافيه غدي نغطيه غدي نخليه على المهلكي طيب حتى تشوفو ان هذيك الدجاج طاب مزيان هنا كنفري فيه ان الدجاج غيب بشوكة بحال كده تشوفو انه بدك يزول من ذيك العظم دياله وطايب سافيه غدي نتفي كنزول هذيك قصبوره مع الدنوس اول حاجة ومن بعد غدي ناخد هذي صفايا صغيرة وغدي ناخد به هذيك الدجاج كامل غدي نزوله باش نقدر ندغمر هذيك الدغميره كنخليك يبرد تماما بد من ما تضغمرت لي هذي البصلات هذي كاملة كنجهد شي شوية باش يشرب هذوك انا ما زلتش الماء وكيف ما شوتور هذيك البصلات لقات الماء استعملت كيلو كنت باقي عندي واحد البصلات تحت هيه ما مشي كيلو ميتين انا كنحماق على الدغميره كتبقى بحل اكضاء دائما مقابلينها مني غتشوفو انها شربت غدي نضيف هنا نصف حبه ديال الحامض مسير مقطعه رقيقه بزاف نفس الحاجة بالنسبة للتتبيل الاولى نزيد معلقة كبيرة من البقدونيس غير البقدونيس بوحدته ما زيدوش القصبور نهائيا هذي المرة هذي وغادي نبقى نحرك حتى تشوفو ان ديك الدغميره وقفات سعفيه ما عنديش نهائيا اي سوائل كيف ما كتشوفو رعا مقلية غير في الزيت ديالها غادي نخليها حتى هي تبرد وغادي ندوز لهذا كالتجاج كنزوله منه العظم وهنا لان هذو بريوات صغيرين فمشي بحل بسطيلة ضروري انهم يكونوا طريفات صغار كنزول ولا بنت ليه شي طريف هكذا طويل كنقطعوه بالمقص او تخليوت الاخير حتى ها تزولو هذك اللحم كامل من الدجاج عا تقطعو بالمقص هكذا ما توقوش توصخوا اديكم او توصخوا المقص كل مرة هاد الحشو هادا راكي الناس اللي كستستعمل الدجاجة كاملة او حتى الصدر انا كيجينش فيه مقطن ما كيجيش زوين في العدد جيلو خصوصا في البريوات ما كيجيش زوين فا نفضل بحاكذا استعملو غير الفخاد كتطلبو من السيد اللي كيبعد جاجعتكم غير الفخاد راكي بيعو مليكم بالعبار اكيد كتزولو هذك الجلده ديالهم سوف كتستعملوهم بحال استعملتهم كيجيوكم مرتبين وهنا من نساء اللي تكون شي كنا عاود نفيري فيه اذا كان شي طريف هكذا طويل كنا عاود نقطعو بالمقص سوف يمن بعد ما غادي نقطعو كامل طريفات صغيرين كيف ما كتشوفو غادي نخلطو مع هذك الدغميرا قبل كيف ما اخطيكم غا تشوفو اذا كان فيها زيت زايد فنقصو شوية من الزيت او صفيوه باش ما يزيت لكمش البريوات ما يتكونوا كتطويوهم سوف ننزل عليها هذك الكيميه كاملة ديال الدجاج وهنا غادي نلبس هذك الدجاج كله بالضغميرا كي يجيبنين بزيف كله كي الدغمير ما كيجيش ناشف نهائيا لانا كنضغها بزيف كيجيبنين بعد مرات ناشفين فهذو غادي يجيكم دغميرين غا يحترمو الكيميه لعطيتكم ديال البصلاء مع الكيميه ديال كيلو حتى الكيلو ميتين انا استعملت كيلو ميتين نبغيتو يجيكم بحال نتيجة هذي تقريبا الورقاء نفس الشي كنزول لها الجنب كاملين باش كتبقال يغيش جيها اللي زوينا بقال ندي المستطيل الكبير بحالك ده انا غادي نقسمها على 4 حسب الورقاء اللي عندكم كل الورقاء اللي كتكون كبيرة بزيف تقدروا تقسمها 1 على 5 او حسب الحجم ديال البريوات اللي بغيتو هذيك لابوند او العرض ديال البوند هو اللي غا يحدد لكم هذيك لبريواء واش غا تكون كبيرة ولا صغيرة ولا متوسطة سوف نخليها الكمية كاملة فاقها كيس بلاستيك وغادي ناخد غيب وحده بوحده بوحده او ببوند باش ما يبسش ليا هذيك الورقة كاملة كنحط الجيها الرطبة اكيد هي اللي من تحت والجيها الحرشاء هي اللي كتكون الفوق او هي اللي كتكون كتشوف فيها كنحط كمية من الحشو كمية اللي تكون مناسبة كنناخد طرف بحالك ده وغادي نصايبه يكون يوازي بحالك ده كيف ما كتشوفه مقد من بعد كاللوي بحالة غا نصايب واحد الكوغني باش نرجع للجيها الاخرى عاودي ان يكون طرف يكون متوازي وهذا الفراغ اللي كان عاودي نعمره بشيء تاني شكل ديال المثلت وكان بخان طوي على هات الشكل هذا من بعد غادي ناخد شوية من بياض البيض وغادي نصايبه بحالك ده وغادي نخشيف هاداك الفراغ اللي كان عندي كنعود نزيد واحد دهينة صغيرة ديال بياض البيض سافيو كنسد وكيف ما كتشوفو كتجيكم البريوام قاد ده وزوينة في شكل ديالها دائما انا مني كان اشوفوا لا خرجات لكم شي شنيتي فهة صغيرة وراك نحت حداي المقص نفس الشي غا نعود معاكم واحدة كنقاد بحالك ده شكل متوازي كنبدأ كنرولي بحالة غا ندير واحد الكوغني باش نمشي للجهة الاخرى ونقدم اها الورقة الفراغ اللي كان عندي في ذاك الجنيب كان عمرو وكاللوي بحالك ده سافيو كالاستقبل بياض البيض اهم حاجة مني كان حط الحشو انا راح دايا واحد المنديل كنمسح فيه الدية باش ما كيتوصخوش هذوك البريوات ومني كيتقلو كيجي ذاك اللوين ديالهم زوين وما كيجيوش مصخين هنا مني كان نكون كنحط البريوات او السيغاغ فضروري كانكون مفرشة واحد الورقة ديال البلاستيك باش ما كيتسقلياش هذاك البيض مع مع الصينية فورقة من البلاستيك كنستفيها كنباعدهم شي شوية وعاو تاني كنفرق بيناتهم بورقة اخرى من البلاستيك من بعد اذا بغيت نحتفظ بهم مدة طويلة في المجمد غادي نغطي البلاستيك الغذائي هذي الصينية ديالي ندخلها المجمد نخليهم حتى يجمدو تماما من بعد كنزولهم ديك الصينية صافرة كيتفرزو كيو اللي هم مفارقين ومتلجين كلها وحدة بوحدتها كنحطوهم في كيس بلاستيك كنستدويا اما الاكيات كيكون في هذيب من الاحسن كتكون في هذيب سنيسلة كنستدوهم وقتش ما بغيتهم كنقليهم كنقليهم مجمدين ومني كنبغي نقليهم اذا كانوا مجمدين فما نحطوش كيمية كبيرة باش ما يبرد وشينا الزيت ويبقاهم كنجلين من الداخل احنا هنا غنستعملهم مباشرة انا هذي غير شرحتها لكم بالنسبة الناس اللي بغاية تاخد الوصفة رمضان او مناسبات اخرى وبالنسبة هذيك البسيط لصغيرة اللي شتوني حتيتها من الفوق فغير خليت شوية من ذاك الحشو ديال الدجاج عمرت بيبسيط لغير صغيرة رفا غير ثمانية سنتيمتر تقريبا باش حتيتها من الفوق عدد ذاك المنادر بحاش شميشة وبالنسبة الكمية لكتهزلية ديال الورقة في كلها شكل قليلت قريبا واحد كيلو الا ربحت الكيلو حسب ورقة وشغلية دولة رقيقة سنتجيو هنا انا اكيد كنفضل ان ينقليهم شي حاجة اللي مرة مرة كنكلوها مقلية مش مشكل اما في الفرارة ما كيجيوش زويني نهائيا كيجيو ناشفين ومعودين هنا اخديت زيت يكون غزير ضروري فلا بويتو ما تضيعوش بزاف ديال زيت كذا اخدوها كاسترول لي متكونش كبيرة بزاف ولكن كتعمروت قريبا تولوتين ديال زيت ناتلي عندهم ملافخة زره ما عندهم مش مشكل كنخليو مني ك نحط البريوات كنخليهم بحلقة واحد اربعين ثانية ومن بعد كنبقى نحرك ما كنخليش حتى تتحمر جهة عاد نقلب الجهة الاخرى لا كنبقى نحرك وكندور يدي بحلقة كذا باش كندور هادا كالزيت كامل ومن يكي تحمروا كيجيو اللون ديالهم كيحمق كي ماشته كيجيو اللون بحال ديال الاشهارات اللي كتشوفوه واحد اللون دهبي ومعسل ومواحد اكتر يانا مواحد بما ان البريوة عندي نضيفة ما فيش نهائي الا لاتخاص ديال الغميرة لا تحاجة فكيف كتشوفوه 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 دائما النار عندي متوسطة ما تكونش عالية بززاف باش ما يتلهبوش لكم وما تكونش نازلة اكتر من القياس وإلا غيشربوا لكم الزيت فالنار تكون متوسطة كم بقى نقلع لها اه لا نفس النار القلياء كاملة كيما قلت هاد شي غنكمل الكمية كلها سوف نكمل السيقاغ حتى هو بنفس الطريقة او سوف نكمل بريوات كاملة عادي سوف نقلي السيقاغ بنفس الحاجة ازاي تكون الغازير كنحط ما نحطوش كتر من القياس وإلا كيبدو كيتفرعوه وخيكون ما فيهمش الفرماج فنحطوه الكيمياء المناسبة هنا راح تتوقع لاشي خمسة ديال الوحدات وبالنسبة لبريوات تهو ما نفس الشي بنسبة هاد الكاسترو العادي نفس الحاجة كنخلي ما كاملاش دقيقة غيك تشتش هديك الزيت وكنحس انهم تشمعوا ليه دقيقة بحلاك ذاك ومن بعد سوف نحرك باش كي ياخدوا لوان ذهبي مواحد ما كنخليش حتى كنت تحمر جهه وحده عادي نقلب وثاني حاجة اذا كان الزيت قليلة او قديمة ما كانش زيت نوعية جيدة فحتى هي ما كتعتكمش نتيجة زوينة نرى كيف ما كتشوفو حتى واحد شبيكة حتى فوق منها البابيه باش منيك نحطوهم كي ينزلو اي زوائد فيهم ديال زيت ومن بحضارك نمسحهم انا ما شربوش ليه صراحة نزيت اللي بغي يشوف طريقة كيف يستمسد البريوات كيف يحطدوك اللي سيجارة وزينتهم ملتحت واكيد السلطات المغربية اللي جاو كي يحمقوا مضاقات اللي زوينة بزيف فا غدي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو شوفو الحلقة كاملة باش قدروا تحضروا حتى انتم ماض ضيوف ديالكم او الناس اللي كتاخد اللي كوموند بغا توجد شي كوموند مختلفة باركة من السلطات اللي فيهم المايونيز وفيهم ايبلي ودك شي الاخر هادوك سافرها سافر يستهلكو نقدموش حاج حاجة اللي زوينة وش حاجة مميزة واكيد من المطبخ ديالنا